وزارة الداخلية خاص بفئة الصم والبكم داخل غرفة العمليات الرئيسية يأتي تنفيذا لتوجيهات الفريق أو الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية حيث تعكس هذه الخدمة حرص واهتمام وزارة الداخلية على تقديم كافة المساعدات والخدمات الأمنية بأعلى درجات الإنجاز وتتضمن هذه الخدمة الإنسانية تقديم المساعدة لفئة الصم والبكم عند مواجهتهم ظروفا طارئة بحيث يمكن من خلال هذا الخط تلقي بلاغاتهم في حال تعرض أفراد هذه الفئة لأي طارئ وقد تم استحداث أحدث التقنيات في مجال الاتصالات لتجهيز غرفة العمليات بما يسمح بالتواصل الفعال مع هذه الفئة ويراعي اختياجاتهم وظروفهم الخاصة يأتي تدشين خدمة خط الطوارئ للصم والبكم تنفيذا لتوجيهات سيدي معالي الوزير الداخلية الفريق الأول الركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وحرص الدعم على تطوير المنظومة الأمنية ومنظومة الطوارئ واتيح هذه الخدمة لفئة الصم والبكم التواصل مع مركز الطوارئ في حال تعرضهم لأي موقف طارئ أو في حال رغبتهم في تقديم بلاغ وبهي صدد استخدمنا أحدث تكنولوجيا المتوفرة لتسهيلها العملية ودربنا طواقمنا من ضباط وصف ضباط ومدنيين للتعامل معهم بأفضل الأساليب وأفضل طرق الممكنة ودائما طبعا غرفة العملية الرئيسية في تطور مستمر تقنيا وتدريبيا للعاملين فيها وإلى جانب التقنيات الحديثة تم خلال الفترة الماضية تدريب عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد بغرفة العمليات حول السبل المثلى لتلقي البلاغات والتعامل مع فئة الصم والبكم بشكل يسمح بالتواصل الفعال عندما شاهدت في وسائل التواصل الاجتماعي فتح خط للطوارئ فرحت كثيرا خصوصا وأن هذه الخطوة إيجابية فهناك العديد من الأشخاص الصم لديهم مشاكل معينة أو يريدون الإبلاغ عن حوادث لكنهم لم يكنوا يستطيعون التواصل مع الطوارئ أما الآن فأصبح التواصل أسهل مع وزارة الداخلية فشكرا لوزارة الداخلية أنا أشكر وزارة الداخلية متمثلة في وزير الداخلية على مبادرتها بتدشين خط الطوارئ بغرفة العمليات بوزارة الداخلية بلغة الإشارة لفئة الصم هذه الخدمة تعني الكثير بالنسبة إلى الصم تحسسهم أنهم جزء لا يتجزى من هذا المجتمع طبعا لهم حقوق عليهم واجبات كان الخدمة هذه بتسهل لهم المشاكل اللي كانوا يعانون منها سابقا الآن راح تحل بمجرد اتصال مرئي فيديو يعني إلى غرفة العمليات سابقا لم يكن خط التواصل بالفيديو الخاص بالصم متوفرا أما الآن فأصبح متوفرا شكرا لوزارة الداخلية لأنه فتحت خط الاتصال بالفيديو ما يتيح للصم التواصل مع جميع إدارات وزارة الداخلية غرفة العمليات الرئيسية مستمرة في عمليات التطوير وتقديم خدمات أمنية متقدمة من خلال سرعة الاستجابة وتحقيق التواصل الفوري مع الأجهزة والجهات المعنية وهو ما يتم ضمن منظومة شاملة من التطوير والتحديث التي تنتهجها وزارة الداخلية اشتركوا في القناة